الله أكبر في الأكوان والقدر سبحان من أظهر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المشاهدون الكرام أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى العنوان تعو مكر الثعالب لعلكم تعرفون الشاعر المصري المعروف أحمد شوقي هذا الشاعر يا إخواني الكرام جاب واحد الأبيات وواحد القصيدة أذكر فيها المكر تعالثعلب ولكن أحمد شوقي على كل حال ما يقصدش بالكلام التاعو الثعلب ذلك الحيوان المعروف وإنما هو يقصد المكر تعالإنسان اللي فيه طبع الثعلب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام نشوفوا ما يقول أحمد شوقي ثم نرجع للحديث التالي يقول يا عباد الله توبوا فهو كاف التائبين وازهدوا في العيش إن العيش عيش الزاهدين واطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا فأتى الديك رسول من إمام الناسكين عرض الأمر عليه وهو يرجو أن يلينا فقال الديك عذرا يا أظل المهتدين فأجاب الديك عذرا يا أظل المهتدين بلغ الثعلب عني عن جدود الصالحين من ذوي الديجان من دخلوا البطن اللعين إنهم قالوا وخير القول قول العارفين مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دين أحمد شوقي رحمه الله أذكرنا في هذه الأبيات المكر تاع الثعلب وهو صادق في الوصف التاعو ولكن أحمد شوقي كما قلت لكم ما يقصدش بالكلام التاعو الثعلب المعروف الحيوان الضعيف المعروف وإنما يقصد البشر يقصد الناس ويقصد الإنسان اللي فيه هذا الوصف وفيه هذا الطبع تاع الثعلب يقول أحمد شوقي وهو متعجب من هذا الثعلب اللي في لمح البصر تحول إلى واحد يأمر بالمعروف ويدعو إلى الخير ويدعو إلى الزهد قال برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين ومشى في الأرض يهذي ويسب الماكرين كيفاش الثعلب اللي هو معروف بالمكر يسب الناس المكارين والمقصود تأحمد شوقي كيفاش الإنسان فيه عيوب معروفة واحد سراق ويهدر على السراقين واحد كذاب ويهدر على الكذابين وهكذا وهكذا فهو تعجب هو جب الصفة المعروف بها الثعلب وإي المكر قال ومشى في الأرض يهذي ويسب الماكرين ويقول يا عباد الله توبوا فهو كاف التائبين وازهدوا في العيش إن العيش خير إن خير العيش عيش الزاهدين أحمد شوقي متعجب قال كيفاش الثعلب يدعو إلى الزهد وهو أبعد من الزهد بمكان لماذا يا إخواني الكرام صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام الثعلب يا إخواني الكرام العلماء اللي يدرسوا على الحيوان ويدرسوا السلوك تعالحيوان يديروا نظريات ويألفوا كتب ويتكلم لك عن الحيوان الفلاني والحيوان الفلاني ويقول لك الحيوان هذا وش يحب وش يكره وش كذا وش كذا من بين الحيوانات اللي يدرسوا السلوك التاحة الثعلب فالقوا أن الثعلب سبحان الله ولذلك أحمد شوقي لما قال وهو يتحدث على لسان الثعلب أن الثعلب يقول وازهدوا في العيش بدأ يتكلم على السلوك الثعلب وهو أن الثعلب لما يصيد سبحان الله وهذه طبيعة رب العالمين خلقوا عليها لما يصيد وشيأكل ويصيد فوق الأكل التاعو مثلا الثعلب معروف أنه يحب الطيور ويحب الدجاج إلا كان الثعلب القامية تنجاجة يكتلها في مياء يأكل واحدة وتسعة وتسعين يخبيها هو من الحيوانات المعروفة بتخزين الطعام فأحمد شوقي لما جابلنا هذا البيت هذا هو يحكينا على هذاك الإنسان اللي هو فيه مكر وفيه خديعة وفيه لؤم ثم ولكن الصورة اللي يمدها للناس هي الصورة على الإنسان الواعظ الصورة على الإنسان الناصح الصورة على الإنسان اللي يحب لهم الخير سبحان الله يا إخواني الكرام المكر اللي معروف به الثعلب نعطيك المثال بعدما نصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام الثعلب لما يحب يأكل طير أو يحب يصيد ماذا يصنع وقلت لكم هذه طبيعة رب العالمين خلقوا عليها يرمي يروحوا فوق الأرض وينفخ البطن التاعو ويطلع رجليه في السماء ويفتح فمه فالطير لما يكون في السماء غراب ولا كاش طائر من الطيور لما يشوف الثعلب بهذه الصورة يظنوا باللي راه ميت فلما ينزل يجيء أمامه ينقض عليه الثعلب ويأكله وهذا الدليل على أن الثعلب حيلي عنده الحيلة بعض العلماء اللي تكلموا على سلوك الحيوان قالوا الثعلب معروف بالمكر وكين اللي قالوا الثعلب معروف بالدهاء والذكاء صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام أحمد شوقي في هذه الأبيات كما قلت لكم ما هوش يقصد الثعلب هذاك الحيوان وإنما يقصد الإنسان ربما ما واحد فيكم يقول كيفاش إنسان رب العالمين كرمه تشبه بالحيوان يا إخواني الكرام لما نقرأوا القرآن الكريم نلقى أن الله تبرك وتعالى كين إنسان ربي شبه بالكلب فمثله كمثل الكلبي إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث كين من بني إسرائيل اللي ربي حملهم التوراة وما حبوش يحملوها مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحملوا أسفارا فكين ناس رب العالمين شبههم بالحمير وناس رب العالمين شبههم بالكلاب وهذا على كل حال كما قال ابن القيم رحمة الله عليه قال البشر فيهم طبائع التاع الطيور كين فيه الطبائع تاع الحيوانات يقول هناك من نفسه كلبية الطبع التاع فيه خسة ولؤم يقول هناك من نفسه حمارية ويجيبنا مثال على هذا الآية الكريمة يقول من الناس من عنده النفس التاعه تشبهه طبعا تاع الطاوس الطاوس فتلقاها لا تغير بروحه يسقم غير بروحه كما الطاوس هذه بالتجربة بالواقع أثبتوها والقرآن الكريم لو يتكلم نزيد نعطيكم مثال آخر بعد ما نصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام باش ما تقولوش أن الكلام اتعنا هكذا على عواهينه جبنا أمثلة من القرآن نجيبه أمثلة من الواقع نجيبك المثال يا إخواني كرام إنسان يرفض باباه باباه اللي قراه ورباه وتعب عليه جه السكر على جل وليده وجه ضغط الدم على جل وليده يخمم عليه وتعب عليه وفي آخر المطاف يرفض باباه والله يرفض يماه ويحطها قدام دار العجزة ويقولها يا يما ذرك نرجع ويخليها ثم ويهرب عليها ويخليها وهي مسكينة ما تعرفش تقرأ وما تعرفش تكتب وما تعرفش دير الهاتف ويخليها ثم ويجو غير الناس الطيبين يدخلوها داخل دار العجزة هذا الإنسان بالله عليكم أنتو ما اللي تسموها أنا ما نسميهش الآن هذا الإنسان هذا وش من وصف فيه فيه وصفة آدمية فيه وصفة الرجولة فيه وصفة المرؤة فيه وصفة الدين هذا الأوصاف قاع غير موجودة ولكن فيه مكر الثعلب وفيه خبث يعني الخديعة تعذيب وفيه خسة الكلب ما فيهش فقط صفة وحدة برك فيه هذه الصفات الكل وإحنا في بعض الأحيان لما نتكلموا واش نقولوا نقولوا فلان يا لطيف فلان ذيب على هذيب التصرفة تتعو فيها الخديعة فلان ثعلب نقولوا فلان ثعلوب هذك هذك ثعلوب على هنقولوا ثعلوب لأنه معروف بالمكر والعياذ بالله وساعات لما إنسان تكون فيه خسة نقولوا فلان كلب أكرمكم الله صلوا عن نبي يا إخواني كرام صلى الله عليه وآله وسلم نعطيكم مثال آخر باش توافقوني في كلام ليراني نقول فيه هذا أحمد شوقي لما جابنا الأبيات ما يقصدش هذا الثعلب الثعلب رب العالمين خلقوا يحب الجاج وخلقوا يحب الحم وخلقوا بالطبيعة هذه ليستعملها كسلاح با يقدر يعيش في الغابة هذا الغابة موجود فيها الأسد وموجود فيها الذئب وموجود فيها الضابع وموجود فيها كيفاش هو يقدر يعيش مع الحيوانات هذا إلا كان رب العالمين ما أعطلوش هذا السلاح هذا اللي يعيش به وإنما أحمد شوقي يقصد الإنسان لما يتخلى على الآدم يتاعو الإنسان يتاعو ويولي فيه هذا الوصف هذا انتعى الثعلب والوصف هذا تعى المكر وتعى الخادعة ويعيذوا بالله رب العالمين نختلفكم بهذا المثال بعدما نصلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام يجي إنسان وهذه في الواقعة يحكي لي يجي إنسان للزوجة تعو يطلقها غيابيا يسجل الطلاق التاحة في المحكمة ومن بعد يجي لها بعدما يبقى على الجلسة يومين يجي لها يخرجها في السيارة ويكرمها ويضحك معها ويحسن إليها وهو دار لهذا الطلاق غيابي وماذا بهما باش ما تحضرش في المحكمة باش القاضي يحكم له هو الصالح وهو والمرأة خرجت معاه وهي معلومة بالهاش بالله هذا الراجل اللي راه يركب معها ويوكل فيها ويضحك معها راه يطلقها غيابيا بالله عليكم هذا الإنسان هذا وش نقول عليه فيه مرؤة فيه رجولة فيه شهامة كش مكين شوية ذرة تع دين وتع إسلام أبدا هذا فيه كمرا نقولك من المكر تع الثعالب وفيه الخديعة تع الذئب وفيه خصة الكلب نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا بالإسلام قائمين أن يحفظنا بالإسلام راقدين أن يحفظنا بالإسلام قاعدين أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غافر الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر في الأكوان والقدر سبحان من أظهر التوحيد للبشر الله أكبر في الأكوان والقدر سبحان من أطهر التوحيد للبشر